موسيقى 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 السلام عليكم من ضمن العناصر الاساسية يلي تثبت دعائم السلام الاجتماعي يلي بعدنا عم نحكي بسلسلة حلقات عنه انصر الاصلاح الاصلاح بمعنى تصويب كل امر حرف بهذا المجتمع والعودة به الى الاصل يلي امرنا فيه الله عز وجل والمقصود بكلمة الاصلاح انه يكون في عنا ثقافة عامة اسمه الاصلاح يكون في عنا اتفاق عام ومجتمعي بين كل افراد الناس متعارفة عليه انه الاصلاح امر اساسي بحياتنا بكل الامور دينيا اجتماعيا اخلاقيا قانونيا بيئيا كل امر يساهم في تحقيق السلام الاجتماعي لازم يكون فيه اصلاح دائم ومستمر اي عائق اي مانع اي عمل نحن عم نعمله لحتى نوقف بوجه هذا الاصلاح يعني نحن عم ندمر المجتمع بايدنا هذا الاصلاح ققيمة هو اصل من اصول الاسلام رقم ثابت من اركان السلام الاجتماعي في الدين شعاره العام هو هالقاعدة يلي كلنا منعرفه ولكن للأسف عم بيكون فيه نوع من سوء فهم وسوء التطبيق لاله الامر بالمعروف والنهي عن الموتر بكل شؤون الدين والدنيا والهدف الاساسي نشر السلام في المجتمع واحراز التقدم الدائم والمستمر هيدا الامر يبدأ من النفس وينتهي عند اكبر مسئولية موجودة بالمجتمع بحيث انه يصلح احوال المجتمع وانحرافات الناس يمنع شيوع الجرائم بين افراده ويقدم العلاج المناسب لكل هذه المفاسد لحتى يكون المجتمع فعلا متمتعا بالسلام السؤال الكبير كيف وضع الاصلاح بفكرنا وبمجتمعنا اليوم بالقرآن الكريم الاية يلي كل الناس بتعرفه كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كثير من الناس تعتقد انه هذه الاية هي اخبار بواقع وهذا امر خاطئ صرنا بس نحكي مع كتير من الناس وخاصة هؤلاء الشباب يلي غرر بهم يلي فوتولهم على راسهم مفاهيم غير صحيحة بيقول لك لعظة شيخ نحن افضل أمة نحن خير أمة لدرجة انه صار في عنده نوع من الطبقية بالنظرة الى باقي الأمم لا يا حبيب قلبي لا الاية عم بتقول لكل المسلمين هذه الخيرية ليست خيرية مطلقة من خيرية تدعيها الأمة بحكم العرق او الجنس او اللون او الميراث او التاريخ او اللغة او المال لا لو كان الأمر هاك يعني أمتنا أمة عنصرية وهيدا منه مظبوط خيرية الأمة الإسلامية بنص القرآن والسنة النبوية الشريفة مرهونة بأمرين عامين يندر اشتحت عنوين كتير الأمر الاول النهي عن المنكر والأمر بالمعروف الأمر التاني الإيمان الفعلي بالله سبحانه وتعالى شي يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني تحقيق عنصر الإصلاح في النفوس وبالمجتمع نفتح القرآن الكريم منشوف بأنه هذا القرآن العظيم يخبرنا بأنه إذا بدكن فعلا تكونوا خير أمة كونوا مؤمنين التزموا بنهج الإصلاح بطريق الإصلاح بثقافة الإصلاح بكل أمور حياتكون لشان هيك الإمام محمد عبده قال خير أمة أخرجت للناس مقيدة بكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يعني بما أنه الأمور تظهر بضدها الأي حكما تعني أنه طول ما نحنا تركين الأمر بالمعروف تركين النهي عن المنكر يلي هو الإصلاح لسنا خير أمة ما بدنا نضحك على حالنا بدنا نحكي صراحة ونواجه مشاكلنا ابتعدنا عن الإصلاح فما عدنا خير أمة أخرجت للناس هذا الإصلاح أمر مطلوب من كل مسلم حسب استطاعته وإمكانيته تماما مثل ما هو مطلوب من المجتمع ككل ممنوع يكون في تهرب فردي أو جماع منه ممنوع يكون في تخلي عنه أو ترك لإله وإلا فالخراب قادم لا محالة ونحن أول المتضررين يلي بيتأمل في هذه الآية الكريمة ويغوص في معانيها وأبعاد الاجتماعية والنفسية بيعرف بأنه الآية شوفوا قد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله هيدا مشروع نهضة مستمر للأمة الإسلامية يضمن إقامة العدل ونظام شامل راقي وحضاري يحقق حسن الأمانة يلي حملها الإنسان وهي أمانة العمران المؤمن والصحيح لهذا الوجود خيروا القرآن الكريم راح تلاقوا بأنه كل الأنبياء كانت مهمتهم إصلاح المجتمعات والنفوس طيب الإسلام خاتم الرسالات أمر بهذا الأمر وجعلوا أماني برقاب المسلمين إلى يوم القيامة كل من يتخلى عن هذا الإصلاح هو خائن ثم خائن ثم خائن بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح واستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بهذا الدنيا الناس ثلاث أقسان إنسان صالح إنسان مصلح وإنسان مفسد شو الفرق؟ الإنسان المفسد ما في لزوم نحكي عنه كلنا منعرفه وبعتقد عم نعاني منه وما في لزوم نشرح عنه الإنسان الصالح هو الإنسان يلي اكتصر صلاحه على نفسه أما الإنسان المصلح فهو يلي بيقدر فعلا يترجم هذا الإيمان إلى عمل إيجابي وواضح فكان مصلح للمجتمع من حوله ومحققا للسلام الاجتماعي الإنسان الصالح ما عنده قدرة مؤثرة على مواجهة المنكر ولا على تغيير الفساد ومشان هيك هذا الإنسان الصالح رغم صلاحه ممكن كتير أنه يتأثر بجرم الفاسدين أنه يتلوث بوباء الفاسدين أنه بعد فترة معينة إذا غاب بعض الأمور الوقائية من حياته يصير مثلهم ومشان هيك لما نقرأ الحديث النبو الشريف لما سألوا الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبر هل ممكن يا رسول الله المجتمع يروح إلى طريق الهلاك بس في ناس صالحين نعم ممكن إذا كتر الفساد طيب إذا كان فيه مصلحين لا لا الآية الكريمة بالقرآن الكريمة تقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون يعني يا مسلمين المانع من نزول العذاب من انتشار الفساد من غياب السلام الاجتماعي عنكم هو الإصلاح وليس فقط الصلاح كل إنسان فيكم لابد أن يكون صالحا في نفسه ومصلحا لغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان بعبارة مثل ما بنحكي اليوم يا كل المسلمين أنتم مطالبين أن تكونوا مصلحين في المجتمع هيدا الإصلاح هو أبرز طريق يحقق لكم السلام في مجتمعاتكم وبيضمن لإلكم الاستمرار في هذا السلام إذا شفتوا منكر غيروا بإيدكن بسلطتكن إذا كنتم من أهل الحكم والمسؤولية غيروا بالسانكن بتحذير الناس منه إذا كنتم من أهل العلم ومن أهل الكلام غيروا بقلبكن حذروا أهلكن وأصدقائكم منه ولا ترتكبوا مثل هذا المنكر إذا كنتم من عامة الناس هيدا التغيير يلي وارد بالحديث النبوي الشريف اسمه الإصلاح للمجتمع وكل إنسان مسلم فيهل دينه هو مأمور بهذا الإصلاح ما تتخيلوا إنه المجتمع رح يقيش بسلام إذا كان فيه إصلاح مفقود بنفوس أهله وفي أعماله نحن اليوم في هذا العصر في هذا التاريخ في هذا المجتمع مشكلتنا الأساسية إنه ما عنا تطبيق فعلي للإصلاح فوتنا شعبين برمضان صرنا منشوف الفاسد بنقول ما إنه فاسد هيدا open minded هيدا sport هيدا cool بتروح عند الصالح تبه صالح مش مصلح من عامله وكأنه من كبار أئمة الإسلام اتشوهت المفاهيم بقول كتير من الناس فغاب الإصلاح الحقيقي عند المجتمع تجي لعند إنسان بتقوله الله يرضى عليك بديك تكون مصلح بالمجتمع بيتطلع فيك بالورب هيك ولو شيخ شايفني عم بعمل الحمد لله عم نصوم الحمد لله عم نصلي ولو شيخ مبارح رجعنا من العمرة شو عم تقولي يكون مصلح شو شايفني يا خي كل هذه الأمور إذا فيها إصلاح لحالك وليس فيها إصلاح للمجتمع لم تؤدي وظيفتها أنت كمسلم مفروض تكون إلك أثر في هذا المجتمع هيدا الأثر اسمه الإصلاح هو يلي بيحمي المجتمع من الانهيار الأسوأ أنه صرنا فعلا بأيام إذا لأينا إنسان صالح مصلح من حربه من شكك بنيته من شكك بأهدافه ويمكن نشكك حتى بإيمانه بس يطلع إنسان ويقول يا مجتمع هذا الأمر في خطأ لا بد أن نتعاون جميعا على تغييره وعلى إزالته لأنه فيه من الفساد كذا وكذا وكذا عطوه يوم أو يومين بتلاقوا خمس تلاف تهمة توجهت لإله بتلاقوا مليون إشاعة تركبت عليهم ليه لأنه مصلح لأنه قادر على كشف الفساد والمفسدين هلأ قمة الخطورة يلي عم نعاني مننا اليوم رأس الفساد إنه بعقلنا الباطني بتركيبتنا النفسية والاجتماعية مش ما بدنا نكون مصلحين ما عدنا أصلا نتقبل وجود مصلحين في بلادنا وفي مجتمعاتنا بأي مجال من المجالات السؤال الأساسي بعد ما حكينا عن كل هذه التعريفات الخاصة بالإصلاح وكيف ممكن نطبوه هل هذا الإصلاح ققيمة إسلامية متاح لكل الناس الجواب نعم كل واحد حسب قدرته إمكاناته ظروفه بيئته ما في شي عنا بالإسلام اسمه أنا فقط اللهم نفسي أنا علي حاله لا هذا الأمر وهذا الفكر ليس له وجود بديننا وإلا تفضلوا فسروا لي كيف منفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم كيف منفهم خيركم خيركم لأهله الخلق عيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله حضرتك كمسلم إليك دور بإصلاح هذا المجتمع وممنوع شرعا أن تتهرب من هذا الدور لحظة شيخ خلينا نحكي بهدوء إذا مثل ما عم تقول الآية الواضحة بالقرآن بتقلنا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنا شو خصنة الله قال ليه عليكم أنفسكم بدي صلح المجتمع لك إيه نعم حضرتك بدك تصليح المجتمع مثل ما أنا وغيري وكلنا بدنا نصليح المجتمع وهيدا مش كلامة هذا كلام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان بعهد سيدنا أبو بكر الصديق بعض الناس عم بيقولوا هالآية وكل واحد يشوف منكر هون فساد هون بيجي بيقولك بس يا خيانة ما خصني أنا ما بحكي أنا ما بتدخل كل واحد حر بحاله أنا بدي صليح المجتمع الآية بتقول عليكم أنفسكم فوصل خبر لسيدنا أبو بكر فوقف بين الناس وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها في غير موضعها ما تفسروها غلط لتهربوا من المسؤولية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه يا كل إنسان مسلم يا كل إنسان مؤمن فهم دينه صح طبق دينه صح إذا ما تشاركت أنا وإنت وحضرته وهو وهي بإصلاح هذا المجتمع لن يكون المجتمع صالحا وبالتالي سيعم الفساد لنوصل لمرحلة كل عام وإنتوا بخير ما في شيء اسمه سلام اجتماعي من أكثر المجالات يلي تحتاج إلى الإصلاح بمجتمعاتنا منظومة الأخلاق الاجتماعية بالشارع يلي عم تلعب دور مؤثر كتير كبير بموضوع السلامة الاجتماعي صرنا فعلا بأحيان كتير عم نشوف فيه خوف من الشارع فيه رعب منتشر من كمية الفساد يلي موجود صار أي مواطن إذا شايف جريمة قتل عم بتصير قدامه ما بيتدخل ولا بيحكي بيلف راسه بيظله مكمل إذا شايف عملية خطف عملية سرقة احتيال نصب ما إلو علاقة والسبب انحدار الأخلاق الاجتماعية بالشارع يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس تعرفوا مين اللي مفلس بلغتنا اليوم قال الصحابة المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمة يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعط هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أنا كمسلم مطلوب مني بأمر مباشر من الله سبحانه وتعالى أن نكون مصلح بالمجتمع امنع الأذى عن المجتمع قدر استطاعته لأن هذا الدين العظيم عم بيقلي دينكم دين أمة ما أنه دين فرد لازم يكون في إلك أثر بناء بالمجتمع أثر فعال وإيجابة مهما صليت أو صمت أو زكاة أو قراءة قرآن أو حجات أو عملت خمس تلاف عمرة ما في آية بالقرآن بتقول يا أيها الذي آمن كل الآيات بتقول يا أيها الذين آمنوا لأن إيمان المسلم بحقيقة هو إيمان جماعة إيمان أمة ليس إيمان فردي أول دليل على هذا الإيمان الجماعي هو أنه في مطلب أساسي موجود بالدين يحقق السلام الاجتماعي اسمه الإصلاح أي خروج عن هذا الإصلاح سدقوني هو خروج عن منطق الأمة في الإسلام يقول الله تعالى بالقرآن الكريم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وياللي عم تتشارك كلها في عملية حضارية نهضوية اسمه إصلاح المجتمع أنا إنسان بعرف دوري كإصلاحي في هذه الدنيا وبعرف أهمية تحقيق السلام الاجتماعي ومشان هيك أنا مصلح بحياتي أدفع الأذى والفساد عن نفسي وعن المجتمع بالتي هي أحسن الإصلاح شمس تنير طريق السلام الاجتماعي وبدون هذه الشمس الطريق مظلم ومظلم وموحش يقول العالم الدكتور مصطفى محمود رحمه الله تعالى إذا أردنا أن يغير الله حالنا إلى أفضل حال فعلينا أن نمشي في طريق الإصلاح لأنفسنا ولمجتمعاتنا وعليكم السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة